مش هزا بعيد على المنتخب برضو وسألك على شناوي أصابة الشناوي الأول شناوي أصابته هتاخد وقت قد إيه فترة غياب وإيه اللي فعلا تحرك على بديل الشناوي ولا بسه؟ خلينا أقول لك مفاجأة اليومين اللي فاتوا الناس كلها بتتكلم ان الشناوي هيغيب ثلاثة هيغيب بعد ببعض شهور خمس شهور معلومة باسمية الغاية دلوقتي لم يتم بتحديد مدة باسمية لغياب محمد الشناوي الفحوصات الضبية لسه شغالة في ألمانيا وفي تواصل ما بين دكتور محمد ابو العيلة طبيل منتخب ودكتور أحمد جبالة ورئيس الجهاز الطبي في النادي الأهلي وبناء على الفحوصات طبية هيتحدد إذا كان أصلا هيبقى فيه تدخل جراحي لإصابة محمد الشناوي ولو ما فيش ولو فيه تدخل جراحي فيه كذا نوع بالنسبة لتدخل جراحي بالنسبة لعملية بتاعت خلع الكتفي ممكن يبقى خلع كلي أو خلع جزئي كل ده لسه متحددش والفحوصات هي اللي هتحدد وبناء على ذلك هيتحدد إذا كان هيغيب ترات شهر أو أربعة شهر شهر ونصف لصغالة لم يعلم بشكل أسفل ها لو ما عملتش عملية شهر ونصفة لأنه كله موجود لأنه ورق جدا ما يكونش أصلا محتاج أن العملية النهية تقعد مثلا ترات شهر أو أربعة شهر هل قال لي بقى تحرك؟ الأهلي ستند باي دايما لكل حالة فيه خطة بلان اي وبلان بي لأهل دايما بستعد للقصة دي التحرك لم يتم التحرك بشكل رسمي ولكن تم طرح اسم محمد بسام وتم فيه اتصالات كده بشكل ودي مع إدارة نادي سراميكا للاستطلع بقيوم في قصة محمد بسام وطبعا محطور برضه في الاعتبار محمد أبو جابل قبل محمد أبو جابل السرامية كلبطرة قاله إيه؟ الكلام كله إن ممكن حمزة علاء يطلع من نادي اللي حلو أنا هقول لك معلومة أقول لأستاذ النادي على مصفة شويف هقول لك معلومتين أول واحدة إن هو فعلا يتواصل مع سرامية كلبطرة ولو بشكل ودي زي ما أنت قلت كده مش بشكل رسمي بسرامية كلبطرة طلب مصطفى شوير بزبط كده ما كان وتم رفض من نادي اللي ولو رفض هذا الأرض بزبط ولو هيطلع حد من نادي اللي حيبا حمز علاء محمد أبو جابل بقى أقول لك معلومة عن محمد أبو جابل تواصلت مع ست اللي هو أشرف مصر قبل ما تقول على طول لما فيش مفاضرة لسه نادي قال لي أنه لا نادي كلمتش بزبط ولو هستقى كلموني ولو هستقى كلموني ولا حد كلمني طيب لو حد كلمك مستعد قال لي مش مستعد ده خالص ليه مش مستعد عقده فيه سنة ونص لسه قال لي عقده فيه سنة ونص وقال لي أنه ما عندناش البديل البديل بزبط البديل القريب محمد أبو جابل ومش حطين في الخطاتنا أنا هكون هنجيب حارس فمش هنالحق نعمل أنا أقول لك على معلومة كمان أن محمد بسام هو طلب بين مش الينكل مضارب الحروص معلومة أنه مش الينكل لو فيه حارس هيجي نادي الأهلي حيبقى محمد بسام فاشلت المفاوضات فيه احتمال ورد جدا أنه على اللطف يتم فتح الكلام مع زد أنه على اللطف يفجع الأهلي أو عبر لنهاية المساة مقابل حمزة على أهل مثلا مقابل حمزة على أهل بزبط لأنه ده حيبقى محتاج بديل بالنسبة على اللطف يفجع طيب أنا أزود حاجة هنا لأه أن الأهلي ما أكلم سراميكا هو عايز بسام ست شهور أيبا بزبط آه عارة مش نهائي مش بيئة مش انتقال نهائي هو كده الأهلي كل اللي بتحرك فيهم هو مبادلة هم عايزين موصدرش هو عايز ست شهور مبكر لحده مش الناو يرجع سراميكا ما عندوش حارس يلعب بشكل أساسي لحارس التاني هو حارس منتخب الولومبي خلي بالت كمان في سراميكا في سراميكا شايف ان هو ما عندوش متاح ان يدعموا في المتبقى من المنافسات هذا الموسم فدي صعوبة خروج بسام خلي بالك فيه نقطة كمان لو الش الناوي بنكتلم في شهر ونص وابت جدا ما بقاش في حارس 100% بس كده لا ومنطقي منطقي طبعا بس أنا عايز اتراحل لك كلك وتعود نردش مع بعض بصراحة أنا عارك وتفكر فيها مع بعض الزمل أنا مصطفى شوير أنا بقولك أنا مصطفى شوير قاعد في النادي الاهلي فيه في جيلي لعيبة زي محمد صبح بقى موجود في المنتخب محمود جيز واحد من أكتر اللاعبين اللي بتمكره في الدول مصر بأسعار كبيرة جدا دول في جيلي وأنا مستمر مع النادي الاهلي وقاعد مع النادي الاهلي ومستني الفرصة مع النادي الاهلي فأنا عادت مع النادي الاهلي ليه؟ عشان لما يجيلي فرصة زي كده هلعب أساسي بالزبط صح كده؟ طب هينا ما تجيله فرصة يلعب أساسي فالأهل يلوه هيجيب حارس ما هو خليها بتبقى بتقوله مصطفى شبيل إيه لا ما هو هيلعب أساسي بس لازم يكون فيه بديل على نفس المستوى ونفس الخبرات لو انت جبت محمد بسامة محمد أبو جبل مصطفى شبيل هي عادة احتياطي هي عادة احتياطي مش عايفة صح كده فهو بس أنا عمار أفكر فيها وطبع الأهلي هيبقى دارس كل هذه الأمور